اشتكى مستخدمون لشبكة سيريافون للاتصالات التي تنتشر في مدينة إدلب من انقطاعات المتكررة في الشبكة فضلا عن ضعف سرعة الاتصال بخلاف ما كان عليه الحال سابقا مع انطلاق خدمات الشركة أيضا لمزيد من التفاصيل عن هذه الأمور معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ سعيد قزة المدير العام لشركة سيريافون أرحب بك سيد سعيد أهلا وسهلا بكم تحية لك سيد سعيد أبدأ معك ما سبب الانقطاعات المتكررة لشبكة سيريافون نرحب بكم وبجميع المستمعين بداية يجب أن نعلم جيدا أن قطاع الاتصالات ذو طبيعة خاصة وفيه الكثير من التحديات والصعوبات بداية من التوريث إلى التركيب والصيام أيضا طبيعة المنطقة التي نعمل بها ولا يخفى على أحد زيادة هذه الصعوبات والتحديات التقنية ومنذ بداية العام وضعنا أنفسنا في شركة سيريافون بمواجهة هذه التحديات وقد تم تخطي الكثير منها وفي كل خطوة تزيد خبرتنا وقدرتنا على التحكم بالشبكة وزيادة كفاءتها ما يخص بطاق عمل الشبكة لقد كان التركيز بالمرحلة الأولى التغطية يشمل تغطية مبدئية للمدن والمراكز الحساسة والحيوية وبطرق العامة لنقدم لمستخدمين حالة الوصول إلى الأنترنت خارج المنزل بأكبر مساحة ممكنة مع بداية الشركة وزيادة عدد المشاركين بدأنا بالمرحلة الثانية من تخصيص وتعضيل التغطية وتحسينها في الأماكن الأكثر انتشارا واستخداما لذلك بدأنا بزيادة عدد الأوراج في الأماكن ذات الكثافة السكانية الأكبر وتخضين باقي المناطق التي لم تخدم حتى الآن تقريبا هناك توسع لنطاق العمل سيد سعيد أقول أن نطاق عمل الشبكة يشمل أغلب مناطق الشمال السوري نحن كما قلت لك بداية ركزنا على المناطق ذات الكثافة السكانية والحيوية ونعمل على تقديم المناطق التي لم تخدم بعد إن شاء الله في القريم العاجل إن شاء الله سيد سعيد كثير من الناس يسأل عن موضوع الصفر الدولي هل يمكن أن يتحقق هذا الموضوع وأيضا ما هي العواقل التي تحول دون تفعيله أخي الكريم الجميع يعلم أنه من غير الممكن أن يكون لنا رقم دولي خاص المنطقة التي نعمل بها فالأرقام الدولية تخمع لقوانين الاعتراف الدولي والحصول على رقم دولي يجب أن يكون من أحد البلدان التي تستطيع تقديم أرقام دولية فعالة غير قابلة للانقطاع ولكنه ليس بالأمر الثاني سيد سعيد وليس في الأمر المستحيل؟ لا ليس مستحيل الشركة كانت قد أبرمت بعض الاتفاقات المبدئية تصول على رقم دولي في السابق ولكن للأسف حصلت بعض الخلافات على طريق تقديم الأرقام والكلف المرتفع لتجويد المستخدمين بها هنا لدينا بعض القيارات التي ندرسها من قبل أعظاما للشركة وسنقوم بالإعلان عنها لاحقا بإذن الله إن شاء الله نعم سيد سعيد قزى المدير العام لشركة سيريا فون أشكرك جزيل أشكر